بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة نجيب اليوم عن سؤال وردنا قبل مدة والحقيقة أحيانا أتأخر في الرد على بعض الأسئلة فأرجو من أحبائي المتابعين أن يعذروني بسبب كثافة الرسائل وأنا حقيقة لا أحب أن أهمل أي رسالة ولكن يعني سبحان الله قدر المستطاع نحاول تقول الأخت السائلة أرجو من حضرتك تخصيص حلقة عن الصبر على فراق وموت الوالدين وخاصة الأم حيث فقدت أمي الحبيبة في العام الماضي أسأل الله تعالى أن تكون هذه الحلقة سببا في تخفيف آلام الفراق لي ولغيري وطبعا لو تكرمت بالدعاء لوالدي الراحلين وجزاكم الله خيرا طبعا أيها الأحبة أدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا ويرحم أموات المسلمين جميعا ويرحم كل أم ماتت لأن الأم أيها الأحبة والله لها منزل عظيم جدا 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 عند الله إذا كانت صالحة المرأة إذا كانت صالحة تكون درعا من النار لزوجها وتكون سببا قويا في دخول الجنة لأبنائها لذلك اغتنم وجود أمك على قيد الحياة اغتنم وجود هذا الأب وهذه الأم وبخاصة الأم لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أحق الناس بحسن الصحابة أو الصحبة قال أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك يعني ثلاث مرات الأم لأن الأم تتعب كثيرا في الحمل وهموم البيت وهموم الأولاد ومقدار الرحمة التي وضعها الله في قلب الأم لا مثيل لها أيها الأحبة لذلك كل إنسان لديه أم موجودة على قيد الحياة السرع حاول أن ترضيها حاول أن تكسب دخول الجنة بسببها انظر دائما إلى الآخرة لا تنظر إلى الدنيا انظر أن هذه الأم ستكون أحد أهم الأسباب في دخولك الجنة النبي عليه الصلاة والسلام عندما سئل عن أحب الأعمال إلى الله ماذا قال؟ قال الصلاة على وقتها ثم ماذا؟ بر الوالدين تصور أين وضع النبي الوالدين في أي مكان الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين يعني بعد الصلاة مباشرة والصلاة هي أهم عمل هي عمود الدين وعندما سئل عن أكبر الكبائر قال الإشراك بالله ثم ماذا؟ عقوق الوالدين أيضا رقم اثنين أكبر الكبائر الإشراك بالله ثم عقوق الوالدين وأحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها ثم ماذا؟ بر الوالدين انظروا أيها الأحبة لذلك من علامات الساعة أن يعق الرجل أمه أو يطيع زوجته ويعق أمه وإذا بر صديقه وجفى أباه هذا من علامات الساعة أيها الأحبة يعني عندما نرى عقوق الوالدين هذه الظاهرة عندما تكثر نعلم أنها من أوائل أو بدايات علامات الساعة لذلك أخي الحبيب مهما كانت أمك أسرع واكسب رضاها لأنها ستكون كما قلت لك ستكون سببا قويا بعد الصلاة في دخولك الجنة الله في القرآن ماذا قال وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا يعني الله عبادة الله ثم مباشرة الإحسان للوالدين طيب هذه الأم بعدما تموت ماذا يفعل الإنسان أنت مطلوب منك بر الوالدين حتى بعد موتهما أول شيء أخي الحبيب الميت طبعا منشغل في يعني أحداث ما بعد الموت منشغل في عالم البرزخ الملائكة طبعا الأم إذا كانت صالحة نسأل الله سبحانه وتعالى ذلك الأم إذا كانت صالحة أو الأب إذا كان صالحا صدقوني سيكون منشغلا بالنعيم بالرزق بكرم الله سبحانه وتعالى يستمتع في عالم البرزخ ولكن بنفس الوقت هذا الأب أحيانا يحزن على حال أبنائه لأنه يحب أبنائه الأم تحب أولادها فعندما ترى هذا النعيم تشتهي هذا النعيم لأولادها فتحزن عندما يعملون عملا سيئا تتمنى أن تعود إلى الدنيا لتخبرهم تقول لهم الجنة رائعة الحياة في الجنة رائعة جدا اعملوا أكثر اصبروا أكثر الأم كما تعلمون يعني إذا كان هناك لقمة في فمها تنزعها وتضعها في فم ابنها أو ابنتها إذا رأت شيئا جميلا تشتهيه لمن لا تشتهي شيئا لنفسها إذا رأت طعاما لذيظا تشتهيه لأولادها إذا رأت لباسا جميلا تشتهيه لأولادها هذه الأم عندما ترى الجنة ماذا تفعل ستكون حزينة يعني الشيء الوحيد الذي يحزنها هو بعدك عن الله عندما تكون أو تكونين بعيدا عن الله سبحانه وتعالى الأم تحزن وهي في قبرها عندما الإنسان إذا مات أبواه ولم يؤدي حق الله لم يذكر الله لم يقرأ القرآن الأب يحزن إذا كان صالحا إذن أيها الأحبة كيف أفرح أمي في قبرها السؤال فكر بهذا المنطق إذا كان لديك أم أو أب ميت أو قريب ميت قد يكون ابن قد يكون أخ كيف تفرحه في قبره رقم واحد أيها الأحبة الدعاء وقراءة القرآن وأعمال البر أن تدعو له تقرأ القرآن على روحه طبعا هناك علماء يعني يقولون الثواب يصل أو لا يصل نحن نقول على الأقل على الأقل أنت عندما تقرأ القرآن تأخذ بكل حرف عشر حسنات وبما أنك تقرأه على نية أن يصل ثواب هذه القراءة لهذا الميت لهذه الأم فهذه الأم كانت سببا في أن جعلتك تقرأ القرآن فيأتيها الثواب انظروا أيها الأحبة يعني هناك من إنسان مجرم كان يعمل كان يؤذي الناس ثم بعدما مات ابنه خرج ليؤذي الناس سيكسب الإثم والأب في قبره سيأتيه وزر وإثم بسبب هذه التربية السيئة إذا كان طبعا مسؤولا عنه كذلك الإنسان في القبر الأم الإنسان عندما يموت هل ينقطع العمل لا إنسان مات هناك ثلاثة أمور ثلاث أشياء لا ينقطع عمله منها كما أخبرها النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم إن قطع عمله إلا من ثلاث طيب رقم واحد ما هو؟ قال ولد صالح يدعو له رقم واحد فالدعاء يصل إذن أنت عندما تقرأ القرآن يصل تدعو يصل تتصدق يصل لماذا؟ أي عمل فيه بر يصل لهذه الأم وهذا الأب أو صدقة جارية صدقة جارية إذا الأب والأم لم يكن لديه عندما كان على قيد الحياة لم يكن لديه ما يفعله كصدقة جارية يمكن أنت أن تفعل صدقة جارية يعني إنسان يتيم تجعل له راتبا شهريا صدقة جارية تساهم في نشر علم نافع هذا صدقة جارية لأن الثالثة أو علم ينتفع به طيب الأب لم يترك علما يمكن للابن أو البنت أن يساهم في نشر هذا العلم ويعني يعمل أو يساعد على نشر علوم القرآن وإعجاز القرآن بخاصة في هذا العصر عصر العلوم يساعد على نشر هذه المعجزات وينوي أن يكون هذا الثواب للأب أو الأم فيأتيهما الثواب وهما في القبر إذن العمل لا ينقطع تمام أيها الأحبة وأهم شيء أقول أهم شيء على الإطلاق هو حفظ القرآن كل إنسان مات أباه ماتت أمه أنا نصيحتي وستتذكرها يوم القيامة قبل يوم القيامة لحظة الموت القرآن يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة القرآن يأتي يحاجج عن صاحبه يدافع عن صاحبه القرآن ينير القبر قبرك الظلمات كيف تعالج هذه الظلمات اليوم إذا كان سينقطع النور تجد الإنسان يجهز نفسه بطاريات شحن إضاءة يعني يحاول أن يجد أي وسيلة على الأقل يشتري شمع يشتري كذا بحيث أنه ينور وهو في الدنيا يستطيع أن يتحمل الظلم طيب في هذا القبر هذا القبر ستنزل فيه فيه ظلمات ظلمات أيها الأحبة طيب ماذا كيف ستضيئه كيف ستجهز الوسائل الأقوى الوسائل لإضاءة القبر قلنا حفظ القرآن الاستماع للقرآن تدبر القرآن الصبر الصبر ضياء يضيء قبرك حسن الخلق أيضا يضيء القبر الصبر على أذى الآخرين إكرام الآخرين مساعدة الآخرين هذه أعمال بر أيها الأحبة إذن أحبة ثم إن الذي يحفظ القرآن يشفع في أهل بيته يعني أنت تريد الخير لأمك تريدين الخير لأمك احفظ القرآن لكي تنتفع بك في الدنيا يأتيها الثواب ويوم القيامة تشفعين لها فالإنسان الذي يحفظ القرآن أيها الأحبة كما أخبر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام أولا يشفع لنفسه ويحاجج عن نفسه يعني يدافع القرآن يدافع عنك وهذا الحفظ للقرآن وهذا التدبر والخشوع بشرط أن تعمل به طبعا وأن تفهمه ستكون أنت سببا في الشفاعة لأهل بيتك وبخاصة الأب والأم فإذا كنت تحب أباك وأمك وفقط أحدهما أو كليهما عليك أن تسارع لحفظ القرآن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وأختم بهذا الحديث أنا أحبه كثيرا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء أهل لكل شيء أهل وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا